هل باتت تركيا قاب قوسين أو أدنى من معسكر حفتر والبرلمان في شرق البلاد؟ سؤال يتبادر للأذهان خاصة بعد قول وزير الخارجية التركي جويش أغلو إنهم ابتعدوا عن أنقرة سابقا لسبب ما لأن أجندتهم كانت مختلفة وفق تعبيره الوزير في اجتماع تقييمي لسياسة تركيا الخارجية خلال 2021 وواحد وعشرين صرح بأن خليفة حفتر وعقيلة صالح تلقيا دعوات لزيارة بلاده وأن الأخيرة تحديدا تلقى دعوات عدة مرات وحددت لها المواعيد ثم تراجع حسب أغلو أغلو أكد أن حفتر أراد القدوم إلى تركيا في إحدى المرات ولكنه اشترط مقابلة الرئيس التركي رجب طيب أردغان الذي رفض هو ونائبه فؤاد أقضاء مقابلته وقال إن خليفة حفتر ليس محاورا لهما وليس مفوضا في ليبيا وبذلك لم يأتي وأردف أغلو أنه مستعد للقاء في حال قادم لتركيا وفق تعبيره الخطوط الجوية التركية ستبدأ رحلاتها إلى ليبيا وسيعاد فتح السفارة التركية عندما تكون الظروف مناسبة والسفير التركي هناك سيتوجه إلى المنطقة الشرقية وسيجري اتصالات بتلك المنطقة في الأيام المقبلة حسب الوزير التركي الرابع عشر من أكتوبر أول تواصل معلن بين برلماني ليبيا وتركيا وأكد حينها رئيس لجنة الخارجية يوسف العقوري ضرورة فتح قنصلية في بنغازي وتسهيل سفر مواطني البلدين وتفعيل الاتفاقات التجارية وتهيئة عودة شركات أنقرة وفعلا في منتصف ديسمبر انطلق وفده من مجلس النواب إلى أنقرة واتفق مع نظيره التركي على تشكيل لجنة صداقة مشتركة وعلى جملة من المعالجات للأمور المذكورة ثم التقى الوفد لاحقا بالرئيس التركي وصرح الوفد بعدها بأهمية الاتفاقية البحرية لترسيم الحدود قائلا إنها في مصلحة ليبيا وإنهم سيحمونها وذلك عند لقائهم برئيس الأركان البحرية التركية إذن علاقات تركيا تتمدد شرق البلاد في ظل تواصل بمستويات عدة ويبدو أنه لم يعد يستثني أحدا بدءا بالبرلمان مرورا بعقيلة وانتهاءا بحفتر فإلى أين سيصل هذا التقارب المتسارع والحذر؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر